إنا لله وإنا إليه راجعون الجميع شاهد وسمع بحادثة قاعة الهيثم للعراس في الحمدانية حيث تحول الفرح إلى جحيم بسبب الأخطاء وهذه الأخطاء هي الألعاب النارية إذن كم هي خطرة هذه الألعاب النارية التي دخلت وبكميات كبيرة إلى العراق الله يرحم الضحايا واللهم شافي وعافي الجرحى والصبر والسلوان لذوي الضحايا الله يكون بعونكم حقيقة هذه مأساة جميع العراقيين ليست تخص فقط المسيحيين إخواننا طبعا تخص جميع العراقيين والكل متألمين لهذه الحادثة إنا لله وإنا لي راجعون والبقاء لله سبحانه وتعالى أنا أناشد وأطالب وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري المحترم وجهات المعنية بمنع إدخال أو استيراد الألعاب النارية إلى العراق بأي شكل من الأشكال تمنع الألعاب النارية أتمنى ذلك ومحاسبة المقصرين والذين يساهمون في إدخال الألعاب النارية إلى العراق الفرحية ليست بالألعاب النارية وتكون هناك ضحايا كثيرة من الناس خطأ بسيط داخل القاعة تحولت القاعة من فرح إلى حزن الألعاب النارية تستخدم داخل القاعة هذا غير صحيح نتمنى من الحكومة العراقية الموقرة أن تحاسب مثل هكذا حالات وتمنع دخول الألعاب النارية إلى العراق ولا تستخدم في أي مناسبة وإذا استخدمت يحاسبون الأشخاص الذين استخدموا هذه الألعاب النارية ليست فقط محاسبة بل أن يكون هناك سجن لمن يرتكب هذا الخطأ وغرامة أيضا نتأمل خيرا وإن شاء الله تكون هذه آخر الأحزان واللهم أبعد الأحزان عن العراقيين تحياتي لكم على الإعلامة على الدلوين